بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين متابعي قناة استكشاف غابات الجزائر نحن الآن بصدة قيام بفيديو بفيديو لاستكشاف نبات الجديد في الجزائر غابة من غابات الجزائر كما تلاحظون وجود جدول صغير نحن في فصل في نهاية فصل الشتاء في شهر فبري وضع فيديو اليوم سيكون حول نبات 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 الدوم ونبدأ لا يتجاوز نبات الجزائر ارتفاعها خمسين ستين سنتيم لهادف استعمالات في منطقة سنا في الجزائر يمكن استعمالها السناعة القفاف القفة يمكن استعمالها لسناعة سجاد تستخدم تستخدم كذلك في سناعة حصير هناك عدة استعمالات لا يمكن حصرها أخرها يمكن استخدامها كأدات لمكنسة تستخدم لسناعة مكنسة سأريكم الآن أين هو الفيديو أين هو هذا النبات ومتواجد أمامنا هذا هو نبات الدوم كما تلاحظون هذا هو نبات الدوم نبات الدوم أوراق وهذه هي الأوراق هذه الأوراق هي تستخدم في سناعة المكنسة مكنسة التقليدية هناك الدوم أما فيما يستخدم فيما يخص استخدامها لسناعة القفاف هو انه في شهر ماي نقوم باستخراج هذا العود نقوم بنزعه في شهر ماي ثم نقوم بالجمع الكثير يعني ثم نقوم بوضعه في في مكان مشمس حتى يصبح لونه اصفر يعني يجف من الماء تماما ليقوم اه احد الذين يتقنون هذه الصنعة يعني الحرفة احد الهيرافيين بصنق قفة او صنع اه اه ماي ظل يعني يعني قبع على شكل سيريكم كيف يأتي المزع يعني يعني واه اني هو ليس موضوعنا الان وموضوعنا الان هو كيف يأتي استفادة من هذا النبتة من اجل يعني بقاء على قيد الحياة في غابة كيف تأكل هذه النبتة هذا هو الشيء المهنى لنا سنقوم بوضع يعني هذا الدوم هو نبتة مفيدة اه جذورها غنية باملاح مدنية سنقوم بحفرة لهذا الفيديو في الاخير سنوريكم يعني كيفية استخراج الغلة من هذا النبتة ساقوم بيقاف الفيديو لبعض الوقت السلام عليكم مرة اخرى بعد ان قمت من الحفر عن هذا النبتة انه هو يعني نبتة يقوم بيتزير بقوة هذا هما الجذور لحظة هذا هو الجذر جذر نبتة دوم يقوم بيتزير بقوة هذا العزل بسم الله الرحمن الرحيم الآن بعد نهاية عملية الحفر قمت باستخراج هذا الجذع كما تلاحظون هو يعني هم جذور جافة هذا يلعب دور في احتفاظ بالمياه لمدة طاولة وهذه هي الغلة يعني جذر الذي سنقوم باستخدامه يعني هو جذر مليء مفيد في يعني املح مدنية كثيرة يعني بالاملح مدنية وهكذا يعني راح يضع عملية استخراج نقوم بفصل الاوراق يعني هي اوراق لكن في الاخير تشكل جذور هكذا هكذا نقوم بعملية استخراج لوب ساقوم باقاف الفيديو من اجل استخراج لوب بعد الانتهاء من انتلاحظون انه الجذع يعني ليس بالطويل وتلاحظوا عملية نزع جذور تتجدون انتداد بالتالي لم انزع كل الجذر بعد الانتهاء من التقشير هذا هو الدوم هذا الذي سنقوم باكله مفيد وهذا هو الذي يستخدم في صناعات في صناعات الحصير وسجاد قبات مضلة نقوم يعني تقوم باكل هذا الجزء هذا هو الجزء الذي تقوم باكله كل هذه هي صالحة للأكل يعني ان كل المنطقة التي مبتعدة يعني ان لا يوجد فيها تراب هي نقية جدا هذا هو نبات دوم وهذا هو الجزء المخصص لصناعة المكان المكنسة تقليدية شكرا على حسن المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة